موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مجهز أخبار رابعة من قناة المرابطون أهلا بكم خلدت موريتانيا ذكرى اليوم الوطني لمحاربة مخلفات الاسترقاق وقال المفوض المساعد لحقوق الإنسان الرسول للخال إن موريتانيا اتخذت بعض التدابير والآليات القانونية في سبيل القضاء على مخلفات الاسترقاق في البلد حفل التخليد الذي جرى بنواكشوت شارك فيه عدد من الناشطين في الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني قال القيادي بحركة الحرس ساموري والبين الحركة عانت في بداية تأسيسها من المضايقات حيث زج بعدد من قادتها في السجون ولا قويل كثير من التضييق رغم أن نضالها كان سلميا ويهدف إلى التحرور من ظاهرة الاسترقاق وأضاف البي خلال حفل نظمته الحركة بمناسبة حلول ذكرى السابعة والثلاثين على تأسيسها إن الحركة قامت على مبادئ الإسلام والإعلان العالمي لحقوق الإنسان من ناحية أخرى قال القيادي بالحركة محمد البربص خلال حفل نظمه حزب المستقبل بن وكشوط بمناسبة حلول الذكرى السابعة والثلاثين على تأسيس حركة الحر قال إن الحركة لنتمد يدها إلى الجميع ومنذ تأسيسها من أجل تجاوز ظاهرة الاسترقاق التي وصفها بالمقيتة انتقد حزب اتحاد قوى التقدم ما سماه عدم تعاطي السلطات الموريتانية مع إضراب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم السليم في مدينتي زوارات وانواذيبو وقال الحزب في بيان أصدره إنه يحمل السلطات ما قد يترتب على هذا الإضراب جراء ما وصفه موقفها السلبية منه قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية زيد به المحمد محمود إن النظام مستعد للحوار مع المعارضة وإنه ما زال ينتظر ردها بشأن الوثيقة التي تقدمت بها الأغلبية وأضاف المحمد محمود في مؤتمر صحفي بنواكشوت أن حزب تكتل القوى الديمقراطية نزل من سقف الشروط التعجيزية إلى التمهيدية قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي والسالم إن المبالغ المالية التي تصرفها موريتانيا في منح الطلاب ينبغي أن يتم استثمارها في سبيل بناء منظومة تعليم قادرة على تحقيق الاكتفاء في مجال التعليم وأشهد والسالم خلال مؤتمر صحفي في بنواكشوت بالإنجازات التي قال إن الحكومة حققتها في مجال التعليم صادق مجلس الوزراء في اجتماعه يوم أمس على مشروع قانون حول الاستراتيجية الموريتانية لمأسسة النوع وقالت وزيرة شؤون الاجتماعية وطفولة والوسرى لمينة بن تماما خلال مؤتمر صحفي بنواكشوت إن هذه الاستراتيجية تعتمد على ثلاث مرجعيات نساسية هي الإسلام والدستور والإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر يمكنكم مشاهدنا الكرام متابعة هذا الموجهز وغيره من واجيز ونشرات وبرامج القناة على حساب صفحتنا على الفيسبوك الظاهرية على الشاشة السادسة نشرة إخبارية مفصلة إلى ذلكم الحين دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة